إذا متابعين الكرام كيف ما استمعتوا في بداية هذا الفيديو صاحب مقولة الطوابير أسلوب حضاري في حضارة الجزائر تمت إقالته من طرف النظام الجزائري وبالمناسبة تشاهدون أمامكم الأسلوب الحضاري للطوابير التي تكلم عليها الوزير الذي تم طرده وهو وزير التجارة كما تلاحظون تدافع اقتتال من سوف يحضر بكيس الحليب ومن سوف يحضر بكيس السميد ومن سوف يحضر بقنينة الزيت هذا هو الطوابير الحضاري الذي تكلم عليها الوزير الذي هو ثلاث سنوات وهو يشرف على هذا الطوابير ثلاث سنوات لم يقدم حل واحد ولا استراتيجية واحدة للقضاء على الطوابير أو لتقريص الطوابير على الأقل في حضارة الجزائر بل التبرير الوحيد الذي يجب ليهم وهو كيفما استمعتوا الطوابير قال لك سيدي أسلوب حضاري والحضارة كتشوفها أمامكم على الشاشة على كلين هذا الوزير المتابعينا الكرام ثلاث سنوات هو حاضر المغرب راجبت لكم أكثر من المرات الصريحات يقول فيها على أن الاقتصاد أو الصادرات الجزائرية التي فيها الفراقش والكرعين للجاج ستنافس الصادرات المغربية ما حال من المرات يقول سوف نغزو إفريقيا وننافس المغرب ونفعل كذا وكذا 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 في آخر المطاف تمت إقالته وطرده والطوابير ما زالت موجودة لو كانت خصصتي تلك ذلك المجهود اللي كنتم تبع فيها المغرب حاضر فيها المغرب العقدة ديالك هو المغرب لو كنتم خصصتي لمشكلة الطوابير لك انت حل المشكل لو كنتم لقيت شي حل المشكل لك تخرجوا وتقول أن الطوابير أسلوب حضاري بقيت تتابع المغرب هنتم تترضتي و اليوم متابعنا الكرام الطوابير في حضارة الجزائر أكثر من أي وقت مضى وأخطر من أي وقت مضى لأننا نقول لنا كنشوفه الآن هجوم على شاحنة المواد الغدائية صارقة للمواد الغدائية تدافو عقتتال كيف ما كنتشوفه أمامكم على الشاشة هذا الشيء اللي خلاها دوزر التجارة الجزائري بقى حد المغرب من بعد تمت إقالته وطرده اليوم النتيجة كنتشوفها أمامكم على الشاشة متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم اشتركوا في القناة